استضافت وزارة الداخلية اكتباع مسؤولي أجهزة مكافحة المخادرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخادرات يهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والمعلومات حول آلية مكافحة جرائم المخادرات بين هذه الدول يأتي تفعيل التعاون العربي والإقليمي في مجال مكافحة المخادرات ضمن أولويات وزارة الداخلية للقضاء على تلك الآفة العابرة للحدود تعاون كان له أثر إيجابي في نجاحات الإدارة العامة لمكافحة المخادرات بقطاع مكافحة المخادرات والجريمة المنظمة في إحباط محاولات الجلب والتهريب من هنا تأتي أهمية استضافة مصر لزيارة مسؤول أجهزة مكافحة المخادرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة لمكافحة المخادرات لتبادل المعلومات وتفعيل أطر التعاون الأمني بشقيه القانوني والإجرائي والفني كانت وما زالت مصر حاضنة العمل العربي المشترى وليس غريبا علينا أن نتواجد هنا في أرض الكنانة وقلب العرب النابض إن التعاون الدولي لم يعد خيار تكتيكي بل هو خيار استراتيجي وهذه الآفة لا تحتمل التباطئ ولا تحتمل البيروقراطية فكان هذا الاجتماع أيضا لوضع جسور التعاون والمعرفة الشخصية ما بين إدارات مكافحة المخادرات في المجموعة الإجرائية الثالثة دائما نحتاج إلى تعاون وطيق تعاون فعال تعاون متمر وتعاون مباشر وتعكس استضافة مصر لتلك الاجتماعات الدور الريادي في مجال مكافحة المخادرات وهو ما أشار إليه الحضور نحن طموحون إلى التعاون بيننا والشقيقة مصر لأن لها باعا واسعا في هذا المجال وهي من أقدم الدول العربية والإفريقية في مجال محاربة المخادرات استفدنا كثيرا من المشاركة في هذه الفعالية لتوطيط التعاون والتنسيق بين الدولتين ودول الإقليم فيما يخص التهريب والتجارة المخادرة اجتماعات مسؤولي مكافحة المخادرات بالدول المعنية تواصلت على مدار يومين تم خلالهما استعراض الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخادرات بمحوريها مكافحة العرض وخفض الطلب والاتجاهات الراهنة لمشكلة المخادرات بنطاق الدول مجموعة العمل الإجرائية الثالثة والتعاون العملياتي في مجابهة المخادرات كلمنا على أهمية التعاون الدولي في نقل المعلومات بين الدول العربية فيعتبر إقليميا وعالميا لسرعة ضبط قضايا المخادرات استعرضنا فيها التجاربة المصرية في مكافحة المخادرات وتكلمنا فيها عن المحورين اللي هو خفض الطلب وعرض المواد المخادرة والجوانب اللي موجودة استفادت طبعا من التجاربة دي وعرضنا لهم في المتوصيح بيوضح موجودات الدولة خلال الفترة اللي فاتت تناولت الجلسات عرض لدول التعاون العربي المشترك وآليات تعزيز هذا التعاون بين الدول العربية الشقيقة جاءت الاجتماعات بتوصيات محددة في مقدمتها تفعيل تبادل المعلومات والتعاون العملياتي المشترك بين دول المجموعة وتصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات ترويج المواد المخدرة مع تنمية قدرات الأجهزة المتخصصة مديا وبشريا وتفعيل الشراكات التدريبية خاصة مع مصر التي تمتلك إمكانات تدريبية كبيرة في هذا المجال في شماع اليوم كان من ثمرات توصيات من ضمنها التفعيل الاتفاقيات الثنائية وبين المصر اتفاقية ثنائية يعني في التدريب واتبادل المعلومات وقد قام المشاركون بجولة في متحف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستعراض مقتنيات المتحف التاريخية منذ إنشاء الإدارة وما تم توثقه من وقائع ضبط متميزة وأشكال المواد المخدرة وأساليب الإخفاء والتمويه اجتماع مسؤول أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الثالثة يعكس مدى اهتمام وزارة الداخلية بتفعيل التعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات باعتبارها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود وهو ما أدى إلى نجاحات حققتها أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولات جلب وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود عبدالله بركات التلفزيون المصري